السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب طلاب الصف السادس لابتدائي معدنا مع واحدة جديدة وهي يونت ايت الوحدة رقم تمانية دمى والعاب بما انك كبرت ما شاء الله وداخل على مرحلة المراقع وصوتك تخن ودلوقتي بتقول لي بعد ما كان صوتك ايه طفولي كده بدأت تكبر تعالى رجعك عائل تاني سندوق الالعاب ده موضوع الدرس الاول بيت الدمية لعبة القطار عارف المجموعة دي على بعضها في علبة كده كل شخصية كارتونية بينزل لها لعبة يعني هو الكارتون اساسا معمول عشان يبعلك البطل بتاع الكارتون ده فها هي الشخصية الكارتونية بس مجسمة بقى وانت طرح تشتريها من المحل اكشن فجر اكشن فجر ماربلز البلي ماربلز ماربلز زي ما لما كنا نهزر مع بعض بدلا الواحد من يقول ده انا بطل العالم في الكارتي اقول لك انا بطل العالم في رامي البلي ماربلز ماربلز اللعبة اللوحية لعبة محبوبة يعني تدر تقول لفلي توي كدلي توي الحزاء اللي هو في عجلات للتزحلك كده انا شفت مرة واحد في الامارات وهو بيتزحلك بها فتزحلك زحلاقة مش عايز اقول لك يعني نزل مكسر لوح التزلق محبوبة كانت اللهiling جهة لا تنسى مرابلز ماربلز بريدة لصلاة عودة جدا ماربلز millones يوم تبعي باعي سم Survive سكيتبورد سكيتبورد نكمل يدينا كده اجرب مرة هاد هاجمة كده في البليستيشن يجرب كده ايه يمشي بيها يخترع يفتكر يهزم كش ملك هزم صندوق الالعاب عنوان الدرس لعبة في الحقيقة انا هقول لك على الموضوع انت بتعرفش عنه حاجة خلي بالك من الكلمة ده هتكرر معنا كتير طول الترم يعني انا مساميه ترم ذو من كتر الكلمة دي ما بتتكرر في الدروس بالرغم من ذلك رائع اخدناها لطيف ناجح بعدين يا ريس هات المصروف يا بابا بعدين يا غلق قبل من اقل اللي بالصفحة اخد المصروف من الوابا ماشي بعد كده بيقول لك عبارات وتعبيرات في عطلة تنهاية الاسبوع يبحث عن فاكر بكنا بنقول ما فيش مثنة في الانجليش هو فيه مثنة يا عمو كلانا بعد فترة من الوقت تعلمت انا اللعبة كويس بعد فترة من الوقت فبعمشي بيها بسرعة في معظم الاحيان when you were young لما كنت صغير on the weekend look for we both after a while very often when you were young دولة اعتقد انك حفظتهم زي اسمك يعني انا في واحد او سامع بيقولي كفاية مصد زهئنا منهم في كل درس بيت يهزم زي اخويا كده اصغر من عشر سنين وكل بننعب بليستيشن اغلب لتسعة واحد فهو يعني ناجح يعرف احسن مني في اللعبة دي بيتجرب فكر في حاجة او اخترع شيء معاه يلا بينا هل تعلم اللعبة ده حاجة مفيدة بالنسبة لنا على طرق مختلفة يعني هو مفيد لنا بطرق مختلفة بيفيدنا في اكتر من حاجة لما بنلعب بنبقى فرحنين علشان كده لما المدرس يلغي حصة الالعاب يقولك انا عايز الحصة دي اصلا انا تتأخر في المنهج بتبقى عايز تاكله صح؟ احنا ايضا بنتعلم عن العالم وعن نفسنا لما بنلعب بنعرف ازاي نحل مشاكل لذلك انا فاكر واحنا في ادادة كان اوائل المدرسة كانوا دايما هم اكتر ناس بيلعبوا مفتمين جدا بالموضوع اللعبة ده اقرأ وتعلم تعال نشوف الحوار ده عندك فارس وياسين وادم انت زورت جدتك في قطلة نهاية الاسبوع يا ياسين ايوه عملت كده لقيت الصندوق كده بتاع الالعاب القديمة بتاعتي في الحقيقة ادم سأل وقال له لقيت ايه في الصندوق ياسين رد عليه قال له والله انا لقيت لعبة من العاب الشخصيات الكارتونية كنت بحب العب بيها فارس بيقول له انا فعلا كنت بحب العب بالشخصيات الحركية دي ايضا وكنت اقعد كده اخترع بهم شوية العاب بفتكس لهم كده حاجات كده ايه تايه فيلم يعني كل واحد يبقى لي دور لما كنت انا صغير الاستاذ ادم بيكمل اللعبة المفضلة عندي كانت لعبة الكطار هي اللي كنت احب اصدع دماغ بابا بيها هنا ياسين بيقول له انا ما كانش عند لعبة القطر دي لكن اختي كان عندها بيت كده بتاع عروسها اللعبة بتاعتها كنا احنا الاثنين بنلعب بيها يعني هو راجل اصلا ما بلعبش بعراس لعبة بس غلاس على اخت يعني وانا الحمد لله دلوقتي فضلت لما ضيعتها فانا مش عارف هي فين دلوقتي لكن بالرغم ان انا ملقيتش بيت الدمية لكن لقيت حاجة تانية واللي هي الزلاجات القديمة بتاعتي قال له ايه ادم جربتوهم كده وتمشيت بيهم انا كنت عايز كده بس نسيت ان انا كبرت سفر علي خلاص انا ما كانش عندي الزلاجات دي لكن كان عندي لوح تزلج وقدرت اتعلم كده مع مرور الوقت ان انا امشي بيه بسرعة اكتر رائع ياسين بيقوله كده هل كنتو بتلعبوا العب لوحية لما كنتو الغمططين قال له يس فارس قاله نعم لعبنا العب لوحية كنت بلعب كده زي لعبة شطرانج مثلا مع اخيها الكبير لكن دايما كان يكسبني في ثلاث دقائق ادم بيقول احنا ما كناش بنلعب العب لوحية كتير يعني لكن كنا بنلعب لعبة جمدة جدا اللي هي لعبة البيلي ما شاء الله عليك ادم بطل العلم في رمي البيلي بس هنعرف بقى الحصة الجاية ده ادم نشأت ولا ادم احمد بعد ما ادم قال له احنا كنا بنلعب بالبيلي فارس رد عليه قال له انا زيك انا بفكر كده ان انا ادور على العاب القديمة بعدين عايز اشوفه كمان مرة الدب اللعبة المفضل عندي نتقابل مع حل التدريبات تحية لكم ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى